اطلع على ملحمة البحر الأبيض المتوسط حينما تحدت حامية جزائرية بقيادة حسن أغا جيوش الإمبراطور شرلكان في فترة توسع الدولة العثمانية شرقا وغربا خلال حكم السلطان سليمان القانوني شهدت شمال إفريقيا هجمات مدمرة على المدن والموانئ من قبل الإمبراطورية الرومانية بقيادة الإمبراطور شرلكان أو كرل الخامس بعد سقوط الأندلس وكانت الجزائر في قلب هذه الحملات يشير المؤرخ التركي يلماز أستون في كتابه تاريخ الدولة العثمانية إلى أنه في عام 1541 قرر شرلكان ملك إسبانيا وإمبراطور الإمبراطورية الرومانية السيطرة على الجزائر التي كانت مقرا للأسطول العثماني الذي كان يخيف أوروبا بسيطرته على البحر المتوسط منص قلية شرقا إلى جبل طارق غربا وذلك تحت قيادة خير الدين ببروس باشا الذي أكلف بمهمتين من قبل السلطان الأولى هي القيادة العامة للقوات البحرية العثمانية والسيطرتها على البحر المتوسط والثانية هي إدارة شؤون منطقة غرب الجزائر ببروس باشا أوكل شؤون الجزائر للقائد البحري حسن أغا الذي كفل الحفاظ على الهيمنة العثمانية على البحر المتوسط بشكل كامل فلم يكن هناك أي سفن تستطيع دخول البحر المتوسط بدون إذنه حيث كان يدير السيطرة على الممرات البحرية بحرس في تلك الفترة أطلق البابا تحذيراته بينما كان شرل كان يجمع أسطوله وفي السياق نفسه كان السلطان سليمان القانوني مشغولا في حملة كبيرة لفتح المجر بينما كان خير الدين ببروس باشا في طريقه إلى سواحل البحر على أدرياتيكي لتأديب الأسطول الإسباني الذي كان قد نشط في البحر المتوسط بهدف آل حدي مولانوفيوذا الأسطول العثماني في هذا السياق استغل شرل كان غياب انتباه كل من السلطان سليمان القانوني في المجر وخير الدين ببروس في البحر على أدرياتيكي حيث اتجه نحو الجزائر بنية السيطرة عليها وتقليص نفوذ الدولة العثمانية في البحر المتوسط والتي كانت الجزائر تعائرة تعد مقرا أساسيا لتلك النفوذ وقد اشتهرت هذه الحملة باسم حملة شرل كان على الجزائر ورغم تحذيرات باب الفتيكان والقائد البحري المرتزق أندريا دوريا الذين نصحوا الامبراطور شرل كان بتأجيل الحملة بسبب اقتراب فصل الشتاء إلا أنه رد عليهما قائلا إن هذا الأمر لن يستغرق مني أكثر من أربعون إلى خمسون يوما وفقا للمأرخ لتركوي فريدون أما جان في كتابها سليمان على قانوني سلطان اللابرين والبحرين قاد الامبراطور بنفسه جيشا يتألف من ستا وثلاثون ألف جندي متجها من ألمانيا إلى تيرول في غرب النمسا ثم إلى إقليم لومبردية في شمال إيطاليا وفي أغسطس آب من عام الف وخمسمائة وواحد وأربعون وصل إلى لسبيتسيا في شمال غمال غرب إيطاليا حيث كان ينتظره الأسطول من هناك قاد الامبراطور الأسطول إلى بورتوفينير حيث كان هناك أسطول آخر تحت قيادة القائد للإيطالي المرتزق يندريا دوريا وبعد أن سمح له الباب بالمشاركة مع الامبراطور بعد أن رأى إصراره على الذهاب إلى الجزائر ركب الامبراطور كارلو الخامس على سفينة القائد دوريا وأبحر الأسطول حتى وصل إلى جزيرة ميورقة وهي إحدى الجزر التابعة لإسبانيا وكانت تعد مركزا رئيسيا لتجمع سفن الأسطول من هناك انطلق الأسطول متجها إلى الجزائر في حملة شالكان على الجزائر كان الأسطول الامبراطوري يضم 65 سفينة كبيرة و516 قطعة بحرية بدأ الأسطول الامبراطورية يظهر في أفق الجزائر في 20 أكتوبر تشرين الأول عام 1541 وعند وصولهم أمر الامبراطوري بإنزال 25 ألف جندي على شواطئ الجزائر في حين كان حسن أغا يقود 2600 جندي فقط كان حسن أغا مثل ابنا لخير الدين ببروس إذ أسره في أحد هجاء على إيطاليا وجعله يخدم في بيته وشارك في تربيته حتى أصبح أحد قادته الكبار الذين يعتمد عليهم وفي هذا السياق كان حسن أغا يشغل دور نائب عن ببروس في الجزائر بعد إنزال جنود الامبراطوري شرلكان على البر تعرضوا لهجوم قاس ومباغت من قوات حسن أغا ما أدى إلى فقدان الجيش 3000 جندي خلال عملية الإنزال ودخول الشريط الحدودي فقط أصدر الامبراطور أوامر بفرض حصار على الجزائر وإنزال المدافع الثقيلة على السواحل وتثبيتها وفيما كان جيش الامبراطوري يقوم بإنزال المدافع بدأت الأمطار تتساقط بغزارة مما وضع القوات البرية والبحرية في موقف صعب بدأ الجنود يشعرون بالبرد الشديد ويرتعدون بسبب الرياح وهم يكافحون مع ملابسهم المبللة حفزت هذه الظروف حسن أغا على فتح أبواب القلعة التي كان يعسكر فيها حيث أطلق قواته في الصباح الباكر لمهاجمة جزء من معسكر جنود الإمبراطور فهرب هؤلاء الجنود من ساحة المعركة إلا أن أحد القادة سارع لنجدة الجنود وحاول تحفيزهم وتشجيعهم على استمرار المعركة حمل للجنود بنادقهم للمضي قدما في المعركة ولكن البنادق لم تعمل بسبب ابتلال البرود بالماء اضطر الجنود في النهاية إلى القتال بالسيوف والحراب والسهام في هذا الوقت انسحبت القوات العثمانية نحو القلعة التي كان فيها حسن أغا وانطلقت فرقة من جيش الإمبراطور في مطاردة الجنود المسلمين حتى وصلوا إلى مشارف القلعة وهناك تعرضوا لهجوم قذائف المدفعية من أبراد القلعة وثم اندفعت القوات العثمية للتصدي لهم مرة أخرى مما أسفر عن تدمير معظم قواتهم وهكذا كان حسن أغا يقود للمعركة بجنوده القليلين في سلسلة من عمليات الكر والفر المرهقة ضد جيش العدو هرب الجنود للمتبقين بعد تكبدهم هزيمة كبيرة وعندما شاهد حسن أغا جنود شرل كان يهربون أمر قواته بمتابعتهم احتلت الجنود مواقع مرتفعة قوية تطل على ساحة المعركة وأطلقوا على قوات الإمبراطور بوابل من السهام مسببين لهم خسائر فادحة مما أدى إلى تعرض جزء كبير من جنود الإمبراطور لهزيمة معنوية فتخلوا عن أسلحتهم وفروا هاربي دخل الإمبراطور شرل كانو المعركة عندما رأى هذا المشهد حيث استل سيفه وركب جواده وانضم إلى ساحة المعركة لتشجيع جنوده على الصمود في هذه اللحظة انسحب الجنود العثمانيون مرة أخرى وعندما وصل الإمبراطور وجنوده إلى المكان الذي كانت فيه قوات حسن أغا فاجأتهم المدافع العثمانية التي بدأت بالقصف قواتهم مما اضطرهم إلى التراجع في هذه الأثناء قامت قوات الإمبراطور بنزول المدافع والذاخيرة إلى البر إلا أن رياحا شديدة هبت وأثرت على ارتفاع الأمواج في البحر بدأت السفن بالتصادم ببعضها البعض وجزء منها انجرف إلى الساحل بعدما انكسرت سلاسل المراسي في حوالي ست ساعات غرقت خمسون سفينة من أسطول شالكان وخسر الأسطول 12 ألف جندي كانوا على متن هذه السفن وبعد توقف هطول الأمطار بدأ جيش الإمبراطور يعاني من نقص في الإمدادات والعتاد بما في ذلك المدافع والذخائر نظرا لأن جزءا كبيرا منها قد غرق في أعماق البحر ترجمة نانسي قنقر